شاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 180 سنشتغل على الاختيفيته اوغال ويتو بارتي اينا اين ذهبت ويتو بارتي جوبسارف ايجو ديكوفر وغارد ليماج ريبان او كيسيان او سان لي برسوناج لاحظوا الصورة وغادي نشوفو هاد لي برسوناج عن هاد الاشخاص فين كاينين ايجو ديكوفر في الصورة ربعا ديال الاشخاص فين كاينين هل سان دون لاناتور كين في الطبيعه اكوته دين كونسكشيان بالقرب من واحد المبنى لي ومونيمون ومعتر تاريخي دين قولو لباسوناج سان دون لاناتور اكوته دين construction une construction binaya اللي مبنا اللي هو مانيمن اللي هو مأتر تاريخي les personnages sont dans la nature à côté d'une construction اللي هو مانيمن la deuxième question de quoi peuvent-ils parler علش ممكن يقدروي كنو كيدرو donc il parle peut-être de cette construction ربما كيدرو على دل بنايا كار لمسيو pointe صندواء فرصا ديريكشن لانا واحد شخص واحد الراجل il pointe il ديريج كيو جه صندواء لأسبوع ديالو نحو هاد لبنايا فرصا ديريكشن نحو الاتجا ديالو ويزوطر پرسوناج لاروغا غد والأشخاص الآخرين كيشوفو فرصا ديريكشن فرصا ديريكشن كأرل بناسيو pointe صندوي صندواء فرصا ديريكشن وانا واحد اشتغل من أشبو الانا واحد جه وانا واحد ممتلك سبارتل. ان جروب دي توريس مجموعة دي السياح ديسكوت كي يتنقشو او كي يهدرو مع لغاق ديان مع الحارس ديال فاغ دي كاب سبارتل دي فاغ او للمنارة ديال كاب سبارتل رأس سبارتل ليه قمة صخرية جبلية على الساحل المغربي جنوب مدخل مضيق جبل جبل تاريخ تسمية القديمة ديال كاب سبارتل او كاب امبليسيوس كاب امبليسيوس لنفاو اسميتو كاب سبارتل او لرأس سبارتل لغاق ديان حاريز سوية لبينو نصوم ونور وست ديالة 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 سبارتل ديالة 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 ماذا يمكنك بلقة هذه الفارة oggi؟ ماذا يمكنكم بلقة هذه الفارة؟ ما يمكنك اشهدllo؟ على Brilliant هو inflammation 1.1 الرئيسي وقاليد اذهان عبر الصفار هو المعن sarà الاجائيسي فهذه الفارة هناazے ierung المواقع السياحية المعروفة في الشمال المغرب. الطريق السائح و السهم يبدو كب سبارتل لماذا تتعب لها تقوم بهذا الإسم الآخر. كب سبارتل لأنه يحتاج لكب سبارتل لأنه يحتاج لكب سبارتل. تكشي باش خطات الاسم ديالو كاب سبارتيل ان توريست كال بيل كونتركشن يالا هامين بنايتين جاميلا الوغاردين يلا ينطور كاري يلي جولي من ديكوري ان بريك روج يسا لانترن يسا لانترن وان ميتال غري يلا ينطور يلا ينعندها واحد البرج مربع يلي جولي من ديكوري مزوخ مزيان او لا مزيكوري مزيان ان بريك بالياجور روج بالياجور الحمر يسا لانترن يوم ميتال غري والفانوس او لا ديك المنارة اللي الفوق هي بالميتال بالميتال الرمادي ان توريست ستا باطمان تريز انسيان ان توريست واحد السائح قل هذه بناية قديمة جدا ان جد ان جد حددا اوفران اوفران انجد قلани انجد في 2019 كانت احتفلت مئة وخمسة وخمسين سنة. هناك قيمة كبيرة لأنها من ضمن التراث التقافي المغرب. بعدما قرينا الديالوج، نعود نقرأه مرة أخرى. سوف نقرأه مرة أخرى، سوف نقرأه مرة أخرى، قلت للمجيز أخرى لأسفلتنا. سنتهيًا، سنتهي الإعظار كل أنك بذلك في قاسة المطفوف تكثر على هذا الأرض. هناك قادر لي وجود أنت أيضًا لأسفلتنا. سوف نقرأ هذا الأرض. أتأكد من المنغرب. C'est l'un des plus grands phares d'Afrique Il est l'un des sites touristiques Les plus connus au nord du Maroc Un touriste Pourquoi elle porte ce nom Le gardien Il se situe au Cap Spartel C'est ce qui lui donne son nom Un touriste Quelle belle construction Le gardien Elle a une tour carrée Il est joliment décoré en briques rouges Et sa lanterne est en métal gris Un touriste C'est un bâtiment très ancien Le guide En 2019 Il a fait 155 ans Il a une très grande valeur Car il fait partie du patrimoine culturel du Maroc L'un des plus proche du Cap Spartel Et se trouve-t-elle Il se trouve au nord-ouest du Maroc Il se trouve au nord-ouest du Maroc Il se trouve au nord-ouest du Maroc La cinquième question La cinquième question Le fard du Cap Spartel Il a décrit le fard du Cap Spartel Il se trouve au nord-ouest du Cap Spartel لفر دوكب سبارتل إنه بالغاية إنه بأل كونسكشكشن إنه ألطور كارغة إنه جوائما دكوري إنه بريك روز إنه لانتاقن إنه ميتال هكذا تصف لفر دوكب سبارتل إنه بأل كونسكشن بنا إنه جميل إنه ألطور كارغة عنده واحد لا يوجد يوجود يوجود في الكوري مزينا ومدي كوريا مزيان باللياجور الحمر يسعى الانترن وميتال غري. الى كيسيون 7. الى دهنر كيسيون. كال عج على فاق دي كاب سبغتيل ان دميل دزنف. الفين وتسعتاش حال كان لعمر دي الكاب سبغتيل. ان دميل دزنف. الى فاتيك سي سان سانكنكن في الفين وتسعتاش احتفلات بالمية وخمسة وخمسين سانة. من اجتبنت هذا البناية او لهذا المأتر التاريخي. وبهذا الان هي تمرين صفحة مئة وثمانون. نلتقي في صفحة مئة وواحد وثمانون كما اذكركم بانه بيمكنكم متابعة دروس اخرى خاصة بالمستوى الرابع والتي ستجدونا اما اسفل الفيديو في صندوق الوصف او بالرجوع الى البلايلث. الى اللقاء.